السلام عليكم ورحمة الله احد قراءاتي لأحد الابي اي لقيت بالابرياتف عند اكرونومي مصطلح البي اي اس سي سي اللي هو يعني نوع من انواع الكاروجين فلقيت هذا افضل وصف الي طبعا هو عندي شقين انه هذا تاكل بمادة حامضية والميكانيزم ستريس كاروجين فبالبداية لازم اعرف شنو حمض البولي ثايونيك يقول هذا الحمض يتكون من تمرير غاز كبريتيد الهايدروجين في وسط ممدد من غاز ثاني اكسيد ثنائي اكسيد الكبريت في الماء يعني حمض الكبريتوز فهاي الكونديشن يعني نلقاها في ظروف الصناعات فممكن انا القي هذا النوع من التأكل فبالتعريف مالته اكسيد الكبريتوز ممتاز ممتاز اللي هو العدو الأول للأستاناتيك ستيلستيل ستشاك سي ووتر وممتاز الهيدروجين سلفايد يعني الـ اكسيد الكبريتوز وصير هذا النوع من التأكل خاصة اذا احنا اعرفنا التأريف مالة الحمض وهذا المصطلح شنو يعني هنا راح نحن نحكي على الميكانزم مالتي شارح الميكانزم يمكن ان تكون في التأكل من الميكرو كراغ اذا يعني يكون على جرانيولر وانتر جرانيولر يعني على الحدود الحبيبية في المياتيريال الذي يمكن ايضا إلى محر في في محر حتى على محر محر من المحر من المياتيريال هذا مهور محر في المياتيريال المياتيريال يستخدم إلى محر مثل المياتيريال والمياتيريال 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 يعني هنا لما يكون هذا الحمض متوفر ممكن انه المعدن يفشل بصورة مفاجئة يعني قعد نحكي على كاستروفك فيلير بلو يلت سترينث يعني لما انا اصمم احسب على يلت سترينث او 90% من يلت سترينث لا رح يفشل قبل يلت سترينث هنا يحكي يعني نبذة مختصرة ام ام بريفنت بريفنت ب اي اس سي سي ام و كيرف لي ماتيريال سي لكشن ها يعني احط بالي انه ال اوستانات سترينث سترينث ها اصمم اصمم بحيث تكون الاجهادات ممكن يفشل اصمم اصمم للماتيريال طبعا هنا هذا الشكل الكراك اللي صاير عدي شوفونا يعني ممكن يبدي بأي نقطة و الى ان يعبر على خلال المعدن يكون متعرج لان يكون على حدود الحبيبات وهذا الشكل المظلة الثماني او السداسي هو ما يميز المركبات المعدنية هنا اصمم يمكن المعدنية نقاط المستخدام بولي ثايونيك مستخدام سترس كروجينيك يمكن مرض مستخدام مصد الاستر الشكل الكراك اربع شاعرات 3 200 304 80 18 316 يضع لنسبة المولي الان بعد ثلاثة هن هنه استاناتيك سلس ستيل هنه يقول انه ويدليوز امفرياس اندستري ديو تذير اكسلانت كاروجين ريسستانس ميكانيكال بروبارتيز اندول دابالتي خلوا بالكم انه هاي المعادن الثلاثة انه تحمل هاي الصفات مقامة للتاكل ميكانيكال بروبارتيز عالية والاهم من هذا انه قابل للحام بسبب الفرايت نمبر مالتي هاو افر ستش ماتيريال هاو افر ستش ماتيريال ستش اس نيكل بيس الوي اند الامينيوم الوي اند هاي سترس ستيل هاي سترينث ستيل كان اولسو ستش تايب اوف اه كاروجين هنه طبعا عندي قطعة فاشلة بهذا النوع اه هنا راح يجي يعني يوصف الاماكن اللي ممكن يصير بيها اه هذا العيب اند الويل اند غاز اندستري اكوبيمنت مستسيبتبل تو بوليثايونيك اسد ستريس كاروجين كراكينج انكلودين كومبيننت اكسبوز تو ساور انفايرمنت طبيعي انه اللي تحتوي على الاشتو اس ولكلورايد اعتبرها حامضية ستش اس ديس فاوند انويل كونتينينغ هاي ليفل اوف هايدروجين سلفايد اند كلورايد يعني بالحفر يعني بالبير هنا يحكي المعدات اللي ممكن تتعرف تيوبينغ اند كيسينغ المستخدمة بالحفر هيت اكسجينجر المبادلات الحرارية البايبينغ منظومة الانابيب بصورة عامة البراجر فيزول الكنتينرات ظالف اند فيتينغ طبعا هو حجة بالبايبينغ انه بعدين رجع لي هنا هنا شوي مفصل البريفينتيف اولا ابدأ بالماتيريال سيليكشن ديزاين عند اوبراشن كوندشن تو منيمايز ريسك اوف كاروجين اوف كراكينغ ذس انكلو دين جوزك ماتيريال انبروف اذ ريسستانس تو ستش تايب اوف كاروجين ستش اس دوبلكس ستلس ستيل دوبلكس ستلس ستيل هو ستلس ستيل عادة تصنيفاته بالالفين اتيجي ما متعارف مثل الاستاناتيك المارتن ساوتك 300 400 لهذا يجي تصنيفاته بالالفين طبعا هو اغلى انواع الستلس ستيل وقواها مقاومة طبعا هو نقدر نقول انه سبيكة من الحديد والنيكل والكروم ويجي بطورين الاستانايت والفرايت يعني يحمل صفات النوعين عندي نيكل بيس الوي النيكل طبعا تبدي سلسلة نقول بالميتيانات سلاسل النيكل بيس الوي اللي هو تقريبا 99% يجي نيكل النوبة بعدين عندي السبيكة المهمة للنيكل اللي هي المونيال 400 اللي بيها نيكل 63 ونحاس 28 عندي الانكونيال 600 و 800 باختلاف نسب النيكل والكروم والحديد كذلك 825 عندي سبيكة الهستونيال فهي النيكل يعني نقدر نقول انه النيكل المونيال والإنكونيال والهستونيال باختلاف لقرائدات مالتهن تكون مقاومة للتآكل وكذلك ممكن انه تعمل بدرجات حرارة عالية الطريقة الثانية وراء كونترول كونترول من كلورايد و هايدروجين سلفايد هنا يعني سؤال بسيط وجواب أبسط منه ليش الكلورايد خطر هاي الظرات الزغيرون اللي هالوجينات ادهى امكانية انه بسهولة تخترق الأسطح اللي تكون محمية يعني مثلا اكاسيد النيكل واكاسيد الكروم اللي تضطي مثل الستلس استيل مقاومته الاستثنائية هاي الظرات بسبب فعاليتها الكيميائية الكبيرة وحجمها الصغير ممكن تخترق السطح وتسبب لها مشاكل التأكل اخير شغلة اللي هي الاصعب يعني اتحكم بالتصميم بالزاوية بالشكل حتى اقلل الستريس حتى احمي الماتيريال شون اقدر اكشف عني طبعا استخدم الانديتي ماثود اول تقنية مقترحة هو الالترا الترا سونك تيستينج التقنية الثانية الارتي الراديوغرافيك طبعا هاي التقنية ادق بس اصعب هاي التقنية اسهل بس يعني ممكن اكتشافها العيوب خاصة اذا مايكرو كراك تكون صعبة يحتاج يعني زاوية التصوير جيدة وعين جيدة ومكبرة جيدة الايدي كارنت التيارات الدوامة هاي هم بها طبعا الميتيشن خاص ممكن انه اذا كان يعني الكراك ظاهري ممكن استخدم الفيجول انسبكشن ومساعداته مثل البيتي المايكرو انسبكشن يوز مايكرو انسبكشن ماتيريال سرفيس ماتيريال وماتيريال تحدي الطريقة الاخرى انه بسبب هنا انه يقول انه هذا يعتبر من العيوب اللي تشكل تحدي وممكن انه كان اكر انتيرنالي وماذا لا يكون تحدي يعني يحدث بالداخل وما اقدر اشوفه لذلك وها طبعا هنا هاي العبارة اللي قلت لكم بها الكاستروفك فيليار الفشل المالتي يصير كارثي لذلك يستعيضون اوقات باللابريتري انسبكشن هنا بعد يتجون الناس اكاديميين مختصين يسولفون بهذا الموضوع مراجعة بسيطة انه عندنا نوع من انواع مهم من انواع التأكل اسمه البولي ثايونيك كاروجين كراكن بولي ثايونيك أسد ستريس كاروجين كراكن هذا يحدث اذا كان موجود الحمض البولي ثايونيك عند هايدروجين سلفايد واكسيجين وممكن كلور يحدث بالبيئات اللي بيها الصناعة النفطية والبيئات البحرية وممكن يؤدي الى الفشل الكارثي حتى باللوست ريس هذا ممكن انه يحدث بمعادن مشهورة بمقاومتها للتأكل مثل الوستاناتيك السيلي السيستيل اللي هو 304 و 316 و 321 وأضف شكرا شكرا إِن شكرا